السلام عليكم ورحبا بكم في الدرس اليوم سنقدم فيه أدوات التقديم لا تنسى عزيزي التلميذ كما تفهمنا في الفيديو السابق في الكرة سنتاك التي ستقرأ فيها اللغة الفرنسية وقسمناه الزوج أجزاء الجزء تع دروس والجزء تع القواعد اليوم سنقرأ عدة قواعد لذلك سنقرأ عدة قواعد وكلمة التي لا تعرفها تكتبها في الجزء أي كلمة لا تعرفها تكتبها وتحفظها دون مناقشها المترجمات تكتبها وتحفظها أدوات التقديم اليوم سنقرأ عزيز من أدوات التقديم وهي سي سنقوم بأمثلة بشكل تفهم وما سنقرأ سي سنقرأ عزيزي سي الشخص سي وتزيد إلى شخص سي وتزيد إلى شخص سي الشخص هذا أي شخص نبضي سي مهدي سي مهدي مثلا راك توجي معتك لقيت صحابك القدم وجاركم مرحلة جديدة حابت تقدموا لصحابك وش راح تقولهم سي مهدي اكد يجاك قدمتوا سي مهدي تفقينوا لا 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 ذوقان نجي وكيفاش راح نستخدمه فواسي وش راح تدير فواسي نفس الشي تزيد له اون بارسون ومن بعد خلاص تسمي مثلا كي حاب تقدم زاميلتك لصحاباتك وش راح تقول لهم تقول لهم فواسي اسراء تقول لهم سي اسراء ولا فواسي اسراء ها هي اسراء ما تفقين ولا لا لا درسة اليوم سهل جدا ما عليك غير تكتبه تنظم كراسك وتحفظ مليح وش رانين مدلك ونتلقاوا في الدروس القادمة ان شاء الله عيا بالتوفيق يا ابطال ما تنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة تعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة ابوني ولا سبسكرايب متنسوش تاني زيب تكريكي على هذك الجارس علاش بينا باش اي حاجة نحطوها تمارين دروس انتحانات برامج نصائح توصلك في الحين ايا السلام عليكم طالوا في رواحكم